تسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم عضو المجلس العالى حاكم رأس الخيمة جائزة القائد صاحب الرؤية في حفل توزيع جواز أربيان بيزنس الذي أقيم بدبي ووجه سموه في كلمة الله بهذه المناسبة الشكر إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها وأبناء رأس الخيمة ولكل من أسهم في إثراء تجربته وألهمه على مر السنين وقال سموه إن سكان رأس الخيمة من المواطنين والمقيمين يساهمون في جعل الإمارة مكانا رائعا للعيش والعمل كما تكرم هذه الجائزة التقدم الذي حققته رأس الخيمة خلال السنوات الأخيرة